شغلت ابنة الفنانة الإماراتية أحلام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها بعد أن نشرت والدتها عبر حسابها على سناب شات صورة لابنتها البكر فاطمة الهاجري جرى تداولها لاحقا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدت أحلام وابنتها في الصورة المتداولة وهما ترتديان الكمامة التي باتت السلاحة الأقوى لتجنب الإصابة من الفيروس المستجد وعلقت عليها بالقول فاطومتي بنتي ما شاء الله ورغم أن الكمامة تغطي وجه فاطمة الهاجري إلا أن الجمهورة تفاعل بشكل واسع مع الصورة التي نالت إعجاب الآلاف من متابعي الصفحات الفنية وتغزلوا بجمال الفتى وأكد البعض أن الإبنة تفوقت على والدتها جمالا وراها عدد من المتابعين يتساءلون عما إذا كانت فاطمة قد دخلت في علاقة حب جديدة وتساءل عدد من المتابعين عن هوية حبيب ابنة أحلام وعما إذا كانت تتحضر لخطوبة أو زفاف قريبين كذلك انقسمت التعليقات بين من لاحظ شبهها الكبير بوالدتها ومن رجح الشبه إلى والدها مبارك الهاجري وحرصت النجمة الإماراتية أحلام لفترة طويلة على إبقاء صور ابنتيها فاطمة ولولوة بعيدتين عن مواقع التواصل الاجتماعي لكنها قامت قبل فترة بإنشاء صفحة لابنتها لولوة على إنستجرام ودعمتها يذكر أن أحلام احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها فاطمة بحفل مميز وضخم تضمن عددا من قطع الحلوة وتجهيزات ضخمة لفتت فيها أنظار الجميع حيث عبر عدد من المغردين عن انبهارهم بهذا الحفل ونشرت أحلام صورة تظهر فاطمة وشقيقها فهد وشقيقتها لولو وعلقت عليها بالقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل عام وأنت بألف خير يا قطعة من روحي وقلبي فاطمة بنتي وفي نيسان الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنة فاطمة الوسطى حيث بلغت يومها 11 عاما وظهرت أحلام في الفيديو وهي تغني لابنتها في عيد الميلاد وتطلب منها تمني أمنية قبل إطفاء الشموع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر